يعيشون وعائلاتهم تحت خط الفقر جوع، تشرد، أمراض وعدم توفر أبسط مقومات الحياة هكذا هي حياة الأطفال ضحايا الحرب وهكذا يقضون يومياتهم القاسية في اليوم العالمي لحقوق الأطفال يعيش أطفال اليمن واقعا آخر فلا يوجد منهم من يضمن حق البقاء على قيد الحياة فمنهم من يذهب ضحية الاستهداف المباشر ومنهم من يجند لداميليشي الحوثي وغيرها ومنهم من يموت جوعا أو بسبب الأمراض والأوبئة منظمة الأمم المتحدة للطفول اليونسيف قالت إن هناك أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وأكد بيان المنظمة أن اليمن ما تزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم لا تتوقف معاناة أطفال اليمن عند هذا الحد بل أن انهيار منظومة الرعاية الصحية والخدمات الأساسية في عموم البلاد جراء استمرار الحرب أثر سلبا على صحة الأطفال اليونسيف قالت إن هناك أطفالا استهدفوا أثناء لعبهم في الهواء الطلق مع أصدقائهم وأثناء توجههم إلى المدرسة أو العودة منها وحتى أثناء تواجدهم بسلام داخل منازلهم مع أسرهم يعيشون طفولتهم إذن بشكل مختلف عن سائر أطفال العالم هكذا هم أطفال اليمن وهكذا يقاسون آلامهم اليومية ترجمة نانسي قنقر